في الحقيقة الخبر الأهم في نشط الأخبار الرياضية كان فوز فريق الزمالك فريق الزمالك اتقاهل لنهائي الكنفدرالية بعد فوزه الكبير على فريق دريمز الغاني بنتيجة 3-0 في المباراة لجامعة الفريقين مبارح على استاد بابا يارا في كوماسي وده في إياب نصف نهاية بطولة كأس الكنفدرالية الأفريقية تفاصيل أكتر وقراءة أكتر عن هذه المباراة مع ضفنا الناقد الرياضي محمد الشرقوي أهلا وسهلا من واردنا في صباح الخير يا مصر أهلا بيك يا فن بتاعاتي أهلا بيك يعني شفنا الزمالك تقلق شفت المباراة مباراة حاملة إزاي تأهل الزمالك للنهائي يعني ومستنين إيه تاني من الزمالك مستنين بأنه ياخد إن شاء الله لقب كاس الكنفدرالية على حساب فريق نهضة بركان المغربي المباراة مباراة زواج كسب 3-0 فريق دريمز فنيا أقل كتير جدا من الزمالك والطبيعي أن الزمالك يكسبه رواح جاي يعني الناس كانت متخاوفة من مباراة العودة مباراة عشان نتيجة مباراة الذهاب اللي انتهت بالتعادل هنا في القاهرة صفر صفر ولكن النتيجة ما كانتش تعبر بأي حال من الأحوال عن المستوى الفني الفريق الزمالك والمستوى الفني الفريق دريمز مباراة القاهرة كانت تخلص بكل سهولة 6 أو 7 لصالح الزمالك ولكن سوء الحظ وعدم التوفيق اللي صادف لعادة الزمالك في مباراة الذهاب واللي خلى نتيجة تنتهي بالتعادل السلبي ولكن قدر لعادة الزمالك والجهاز الفني أنهم يصححوا الوضع مرة تانية والأمور ترجع لنصابها الطبيعي أن الطبيعي أن الزمالك هتأهل على حساب فريق دريمز الغاني المباراة لها أكثر من مكسب لنادي الزمالك بجانب الثقة اللي رجعت لي لعبة الفريق والجهاز الفني شفنا أول ظهور يمكن من بداية مباراة لزياد كمان لعب الوسط في نادي الزمالك محمد عواد مبارح كان لعب مباراة في غاية العظمة أنقذ المرمى ما من أكثر من فرصة محقاقة برضو سامسون أنه يجيب هدف بعد الانتقادات اللازعة اللي كان يتعرض لها لأن لعبة الزمالك محتاجين دايماً الدعم كان في فترة من الفترات في انتقادات سلبية معرضين لتشكيك في قدراتهم في النهاية هم دول اللعيبة اللي بيمثلوا نادي الزمالك والناس مجبرة على النهاية تسندهم يعني جمهور الزمالك مجبرة لأنه يسندهم لأنه هم دول اللي نابسين التيشيرت بتاع فريق نادي الزمالك صحيح تبكلمنا عن الطريقة اللي اعتمد عليها جميز مبارح في المباراة إزاي قدر المباراة وشايف تغييراته وتيكتيكاته كتعاملت زي لا هو يمكن المفاجأة أنه هو لعب بالجزيري رقم 9 كراس حربة مركزه الطبيعي ولعب بيه سامسون يعني كمهاجم تاني أو كرقم مثلا عشرة أو 9 ونص بيكمل جوه السندوق وده كانت يمكن لظروف أن ما فيش عدد من اللعيب المقيدة أفريقيا زي ناصر ماهر وزي عبدالله السعيد أوباما برضو مش موجود فهو فجئنا أنه هو بدأ بيه سامسون في المركز دوت لأول مرة سامسون يبتدي مباراة مع الناس زمالك ويلعب في المركز دوت ويلعب بره أرضه وانت رايح النتيجة الأولانية كانت 0-0 يعني أعتقد دي كانت مغمرة من جانب جوزي جوميز المدير الفني للزمالك أنه هو يبدأ بسامسون في المركز دوت ولكن هو لعب بعد كده بشكل طبيعي زياد كمال برضو الناس كانت متوقع أنه يلعب بيبتدي بشحاته جنب دونج لأنه شحاته هو اللي كان بياخد الفرص في المطشاط الأخيرة زياد كمال ما كانش بيلعب ملعبش ولا مباراة تقريبا مع الزمالك منذ انتقاله اللي يقيم بله ظروف الإصابة وعدم الجاهزية وكلام ده ولكن هو يبدأ بالاتنين دولة كعناصر جديدة في مباراة مهمة والناس كلها كانت منتظرها هي كانت مغامرة محسوبة من جوزي وأعتقد أنه هو نجح في المغامرة بتاعته تفتكر التشكيل ده هيكمل به بعد كده طالما نجح؟ لا أنت عندك عناصر زي ما قلنا عناصر أساسية ومهمة ناصر ماهر وعبدالله السعيد لا يمكن الاستغناء عنهم طبعا ولكن انت لظروف عدم قدهم أفريقيا هو ده اللي خلى الزمالك ما يعتمدش عليهم مباراة ولكن هو جميز له يعني المشكلة بتاعت الزمالك أنه عنده تشكيل في البطولة الأفريقية وتشكيل في الدوري أو البطولات المحلية فهو بيعتمد يعني بيلعب حسا بالظروف اللي موجودة معا طب كلنا عن هجوم الزمالك اللي قدر يستغل يعني معظم الفرص اللي أتيحت لي لا ما أنا قلت لك هو فنيات الزمالك بيعت خالص عن دريمز يعني فريق دريمز أنه هو وصل للدور قبل النهائي في بطولة الكونفدرالية أعتقد أن ده إنجاز يحسب ليهم في ظل المستوى المتواضع فنيا ليهم فريق الزمالك يقدر يكسب بسهولة دريمز رايح جاي بأرقام كبيرة ولكن هو انبارح كان مصطفى شالب شوفناه كان بيلعب بشكل رائع في ناحية الشمال زيزو رجع تاني كان غايب المباراة يعني كان أصيبه وكان غايب فيه المباراة بتاعة دريمز فيه الذهاب اللي أقمت فيه القاهرة فكانوا مشكلين جابها يمين وشمال بشكل كبير عمر جايبر يعني استعاد مستوى واستعاد اسمه واستعاد نجوميته الموسم دوت بيقدم موسم طيب جدا مع نادي الزمالك كباك يمين أحمد فتوح رجع يعني انبارح كان فيه عناصر مميزة في نادي الزمالك عناصر خبرة وعناصر جديدة وكل واحد عنده الرغبة وعنده الحماس أنه هو يقدم حاجة لنادي الزمالك بس احنا بنتكلم عارف احنا بقالنا كم بطولة كده فيه مفاجآت يعني تقول مثلا النادي ده فنياته قليلة جدا وتلاقيه بيلعب كويس قوي وبتكلمش بسا عن نادي الزمالك كمان بس تلاقي نوادي تانية فنياتها قليلة جدا وتطلع نوادي كبيرة جدا يعني في بطولات معينة شفنا ده عشان كده احنا بنتكلم عن فنيات الزمالك المبارح كانت عاملة زي فوجة نظرك حتى لو هو بعيد عن دريمز احنا بقالنا فترة كده بنشوف مفاجآت بس بصفة عامة أسهل نسخة في الكونفدرالية وأسهل فرصة لنادي الزمالك أنه يتوق بالكونفدرالية هي نسخة الحالية حتى فريق نهضة بركان اللي انت هتقابليه في المباراة النهائية فريق أبو سليم الليبي لما لعبه في مباراة دور التمانية عمل معاه جيم قوي جدا ونهضة بركان تغلب عليه بصعوبة وإحنا الزمالك كسب قبل كده أبو سليم وكان متفوق عليه في دور المجموعات فده يبقى لك مدى قوة فريق نادي الزمالك مقارنة ببقية المنافسين معاه في البطولة ومنهم فريق نهضة بركان اللي احنا هنقابله في المباراة النهائية وده مش محتاج بقى استهتار يعني ده المفوض ناخده بالجانب الإيجابي أن احنا أفضل احنا اللي نستحقل التتويج باللقب احنا كنادي الزمالك فبالتالي مفيش بقى مجال للدلع أو أن احنا نستهين بالمنافسين لا احنا لازم نحقق البطولة لأن الدوري فيه منافسة قوية دلوقتي يعني الزمالك رجع لبطولة الدوري بعد ما كسب النادي الأهلي فيه الاثنين واحد في بطولة الدوري فقدر يرجع نفسه تاني للمنافسة ولكن هي منافسة صعبة بين الأهلي والزمالك وبرامدز على المدى البعيد محدش يقول مين اللي يقدر يكسب بطولة الدوري ولكن البطولة المتاحة والسهلة واللي في متناول إيد الزمالك إن شاء الله تبقى بطولة الكونفدرالية وإن شاء الله كلنا نفرح مع الزمالك بالتتويج باللقب التاني في الكونفدرالية طب رأيك إيه في التغييرات اللي قام بيها جوميز؟ هل أصطرت بالفعل على سير المباراة؟ لا أنت كنت خلصت على المطش يعني بعد الجوني التاني بتاع سامسون أنت خلصت خلص على المباراة وجيت بعد كده الهدف التالت اللي أنت أحرصته في الشوط التاني بتاع مصطفى شلبي خلاص المباراة قتلت فبالتاليك لازم تريح بقى نزل أحمد حمدي نزل محمد شحاتة نزل ناصر منسي يعني خلاص لازم تريح العناصر بتاعتك لأن انت هتيجي تلعب بعد كم يوم في بطولة الدوري وعندك مطشين أو ثلاثة في الدوري قبل المباراة النهائية قدام نهضة بركان ولكن أنا لها ملاحظة بس على الاحتفالية اللي عملها أخونا مصطفى شلبي بعد الهدف ما كانش لها داعي وطبعا نيته سليمة جدا والاحتفالية ما فيش فيها أي حاجة ولكن نصحتي لمصطفى شلبي بلاش تحط نفسك في موضع أن انت تتعرض لسهام النقد أو أن الناس متربصة بيك تفسر حركة أنت عملتها تفسير خاطئ ما فيش أي داعي للمسألة كانت الزمالك كسبان 2-0 وانت جبت الهدف الثالث من حقك أن انت تحتفل ومن حقك أن انت تبالغ في الفرحة ولكن بالشيء اللي هو ما يضرقش يعني أنت رمية الفانيلا وانت عارف أن انت هتاخد انذار وعارف أن الزمالك عنده نقص في الصفوف في التشكيل بتاع القائمة الأفريقية بتاعته فما تعرضش نفسك وتعرض فريقك لعقوبات من جانب الحكم ثانيا ما فيش داعي أن انت تدي الفرصة للناس المتربصة أنها تستغل أي هفوة بتعملها علشان تنال منها مين بعلق من المباراة فوجة نظرك؟ هو بصراحة أنا شاف أن عواد وسامسون عواد أنقص الزمالك من أكتر من فرصة الهدف اللي أحرزه سامسون هدف كان جميل جدا وبرضو يعني أنا متعاطف سنة مع سامسون عشان فكرة الانتقادات اللي كان متعرض لها طبعا هو مش مستوى الفني اللي هو الواو اللي تيجي تقولي ده لعيب نادي الزمالك ولكن يعني يمكن بشيء كده شعور إنسان إن أنا تعرض لنقض كبير فربنا قرمه وجابلك هدف أمبارح فطبيعي جدا أنه يعني ينال الإشياء ده نهاية الكنفدرالية حظوظ الزمالك فيها إيه تقييمك لموقف الزمالك في النهاية؟ هو إحنا قابلنا نهضة بركان قبل كده في البطولة النسخة اللي الزمالك توج بيها في الكنفدرالية ولكن أعتقد أن نسخة نهضة بركان في البطولة دي أقل فنيا من قدراتهم الفنية في البطولة اللي احنا كسبناهم فيها في المباراة النهائية ولكن مطشاط الفرق المصرية مع المغربية بيبقى لها طبيعة خاصة طبعا وغير متوحقة فيه حماس فيه جمهور كبير جدا متحمس هتقابله فيه في المغرب فدي بتفرق كتير جدا مع الفرق مباراة إن شاء الله أنا تمنى التوفيق والفوز يكون حليف نادي الزمالك زي ما نتمنى برضو أن التوفيق والفوز يكون حليف النادي الآلي في دور أبطال أفرقيا إن شاء الله يعني كنت أسألك النادي الآلي يقابل التراجي التونسي في خدون أيام شايف تجهزات النادي الأهلي عاملت ازاي لا هو الأهلي خلاص يعني اللعيبة المصابة بتاعته رجعت وبدأوا يخشوا فيه المطشاط شفنا إمام عشور دخل فيه المباراة الأخيرة حسين الشحات بيتمرد مع الفريق وكمكم يشارك في المباراة الأخيرة ولكن هي كانت وجهة نظر المدير الفني للنادي الآلي وأعتقد أن مارسل كولر هيبتدي يلعب بيجهز بقى حسين الشحات ويجهز إمام عشور واللعيبة اللي كانت مصابة لسه في أي إصابات إيه ده؟ لسه في أي إصابات هو إشنا ورجع تدريبات ولكن هنا الخلاف بين يعني النحي يبقى الجدلية من اللي يقود مرمى النادي الآلي مصطفى شوبير اللي لعب مباريات طيبة جداً وفعلاً قدر أن يبقى على قد المسئولية وظهر بمستوى طيب جداً ولا الشناوي اللي هو الحارس الأساسي بتاع منتخب مصر والنادي الآلي العائد من الإصابة انت عارفين الشناوي غايب من شهر يناير اللي فات أو فبراير من إصابته مع منتخب مصر وبطولة أمم أفريقيا فهنا بقى المسألة الجدلية اللي هي البيضة ولا الفرخة الفرخة ولا البيضة فالمسألة هنا الشناوي اللي يلعب ولا مصطفى شوبير كان الله فعون مرسل كولر ده إن الاختيار صعب وده حسب بقى المطشاط أعتقد هتتحدد لو هيدي للشناوي فرصة في المطشين أو التلاتة بتوع النادي الأهلي اللي يلعبهم في الدوري قبل مطش التراجي أعتقد أن كده بيقول أن الشناوي هو اللي يلعب قدام التراجي ولكن لو الشناوي ملعبش في أي مباراة من مباراة الدوري يبقى بالتأكيد مصطفى شوبير هو اللي هيبقى حارس النادي الأهلي قدام التراجي في النهاية الأفريقية شكرا لك يا سيد محمد شرق أول ناقد رياضي على تحليلك لأداء مباراة الزمالك نتمنى كل التمني سواء للزمالك أو للأهلي في نهاية الكنفرير الأفريقية في النهاية يعني اللقب يا ربكم مصر في النهاية شكرا جزيلا